السلام عليكم حبايبي طلاب وطالبات الصفة الثانية متغسط ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وعافية بعد ما كمننا الفصل الرابع رح نحل اسئلة الفصل الخاصة بالاسئلة الفصل الرابع هيا صفحة موجودة صفحة 67 بالكتاب بس قبل لاحلها لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصل لكل ما هو جديد ويحب ذا نسل المقضاء يوم اصدقائكم من الزكاة الالن نشاء اجي عن النقطة الاولى يقول لي عند خلط قليل من الطمي الطمي يعني الطين مع الماء يتكون محلول فراغ يمكن فصل مكوناته عن طريق فراغ عند خلط قليل من الطمي مع الماء يتكون محلول معلق يسمونه يتكون محلول معلق تمام يمكن فصل فصل مكوناته عن طريق الترشيح نقطة ثانية كل ما زادت كمية المذيب فراغ سرعة الذوبان كل ما زادت كمية المذيب زادت سرعة الذوبان النقطة الثالثة كل ما زادت المساحة السطحية للمواد من المذيب فراغ سرعة الذوبان تزدادhake أم زادت سرعة الذوبان كل ما زادت المساحة السطحية للمواد زادت سرعة الذوبان زادت سرعة الذوبان النقطة الرابعة!! كلما زادت درجة الحرارة زادت فراغ من ترتفئ درجة الحرارة وزيد درجة الحرارة شا زيد سرعة الذوبان إذن زادت سرعة الذوبان يعد فراغ مذيبا عاما لقدرته على ذابط العديد من المؤمن يعد الماء مذيبا عاما لقدرته على ذابة العديد من المؤمن تمام عيني طلاب؟ هذا بالنسبة إلى السؤال الأول اللي هو اكمل العبارات الصحيحة زين أجي هسا على السؤال الثاني اللي هو اختر الإجابة الصحيحة النقطة الأولى يقول لي يطلق على المخلوط الموجود في حالة سائلة اسم مخلوط سائل محلول سائل مخلوط غير متجانس يطلب على المخلوط الموجود في حالة سائلة اسم مخلوط سائل الجواب أليف مخلوط سائل أوكي؟ زين النقطة الثانية من أمثلة المخلوط السائلة أليف الرمل والماء باع عصير الليمون والماء جيم الملح والرمل دال السباك من أمثلة المخلوط السائلة لقد نها هو عصير الليمون والماء باع عصير الليمون والماء زين المذيب في مخلوط الشوكولاتة واللبن هو أليف ماء باع اللبن جيم الشوكولاتة دال كلهما المذيب في مخلوط الشوكولاتة الشوكولاتة أكيد واللبن الأول هو المذيب إذن باع اللبن زين تسمى المادة التي تذوب عند تكوين المحلول أليف المذيب باع المذاب جيم المخلوط دال المحلول تسمى المادة التي تذوب عند تكوين المحلول بالمذاب باع إذن تسمى المادة التي تذوب عند تكوين المحلول بالمذاب خمسة تسمى المادة التي تذوب فيها المادة المذابة عند تكوين المحلول المذيب المذاب المخلوط المحلول الجواب هو أكيد المذيب المذيب النقطة الساسة تسمى المادة الناتجة من ذوبان المذاب في الماء تسمى المادة الناتجة من ذوبان المذاب في المذيب المذاب المحلول خليط غير متجانس تسمى المحلول ماذا يسمونه المحلول جميع ما يلي من العوامل تؤثر في عملية الذوبان ما عدا التقليد درجة الحرارة الملمس طحن المواد شنو طلاب جواب واحدة من عدس ما تأثر على عملية الذوبان يا هي الملمس جواب الملمس هذا بالنسبة إلى السؤال الأول والثاني السؤال الرابع أجب عما يأتي بإجابات قصيرة أولاً ماذا يحدث في الحالات الآتية أليف وضع كمية من السكر في كوب فيه ماء مع تقليبها سوف يذوب السكر ويتكون محلول ويتكون محلول مع بعضها خلط أنواع من العصائر عدى مع العصائر مع بعضها هاي الشي يتكون يتكون محلول جديد يتكون يرحمكم الله أثابكم الله يتكون محلول جديد جديد يتكون يتكون من مزج العصائر مع بعضها عفوا هذا باء هنا فراء باء زين فراء جين وضع كمية صغيرة من ماء البحر في الشمس أيام عده رح شنو يتبخر الماء ويبقى شي يبقى يبقى الملح يعني الملح البحر متكون من أملاح دي ملح دان وضع كمية من محلول ملح على نار خادر يذوب الملح يذوب الملح في الماء بالسرعة بسبب درجة الحرارة ثنين يفضل صنع المواد القابلة للذوبان في الماء على هيئة مسحوق وليس قطعا صلبة بيش بيش ثنين رح اكتب هنا الثنين الجواب لكي تذوب بأسرع وقت حيث تكون المساحة يا مساحة المساحة السطحية شي تكون تكون كبيرة تكون المساحة السطحية كبيرة تذوب بسرعة هي يعني تذوب والسرعة تمام عيني طلاب هذا بالنسبة الى السؤال الرابع السؤال الخامس يقول لي اكتب نوع المحاليل في الصورة الاتية عندي هذاني ثلاث محاليل كل بطل بنوع محلول معين هنا عندي مصدر ضوء لو اجع لاحظ البطل الاول اللي يحتوي على هذا المحلول مدى يخترق ضوء مدى يخترقه اذا هو محلول شنو طلاب محلول غروي تمام ومن امثلات قلنا الضباط زين الثاني داي يخترقه اذا هذا المحلول شنو هو محلول مستحلب مستحلب ومن امثلات قلنا ياهوة معجون الاسلام النوع الثالث اللي هو تكون بها الحبيبات اللي يسمونا محلول معلق قلنا مثلي اش حبات الرمض في الماء هذا بالنسبة الى السؤال الخامس السؤال السادس اذكر مثالا لكل نوع من المخاليق الاتية اليف صلب في صلب من المثل تصلي في صلب طلاب محلول صلب في صلب مثلي يجينا ينا الساب هاك اوكي زين سائل في سائل مثلي السائل في سائل طلاب محلول سائل في سائل مثل الخل والماء دخل سائل والماء سائل زين دا جين صلب في سائل مثلي الصلب في سائل السكر في الماء السكر الشكر بالماء الشكر هو صلب والماء هو السائل غاز بسائل مثلي المشروبات الغازية الله عزي تمام عيني هذا هو حل السؤال السؤال السابع يقول اكمل خريطة المفاهيم الآفية عندي المادة تنقسم إلى مخلوط مادة نقية المخلوط ينقسم إلى نوعين قلنا المخلوط ينقسم إلى نوعين قلنا متجانس وغير متجانس زين هنا زيت والماء هنا زيت والماء متجانس لو غير متجانس غير متجانس اذا هنا غير متجانس اما هنا الشاي شنو متجانس اوكي المادة النقية عندي مركب وعندي من وبعد هنا يقول لك نحاس انصر تمام احي هذا هو حل السؤال هناك وصلنا نهاية حل اسئلة البسط الرابع التقيكم في محاضرة جيدة من البسط الخامس ما السلام